أول خبر بيتعلق بـ RTA هيئة الطرق والمواصلات بدباي هلأ هيئة الطرق والمواصلات بدباي كل يوم عم من واكبة وعند أخبار جديدة خاصة أخبار تتعلق بالتكنولوجي وبالتقنيات اللي بتعتمد على الـ AI على الذكاء الاصطناعي مؤخراً RTA قامت طبعاً بجولة وباستكشاف حول كل التقنيات اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي وأكدت عن إنجاز تقريباً أكتر من 65% من مشروع التوسع لكل المشاريع المرورية اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بقلب إمارة دباي وهذا طبعاً بخص كل اللوحات المرورية وكشفت هذه الطرق والمواصلات تقريباً عن حطلة إلى عن لوحات ذكية أكتر من 112 لوحة بشوارع أساسية بدباي وهول اللوحات الذكية بيدورهم بيعرفوا لصائقين على الحالات المرورية وعلى إذا فيه عجقة بالطريق وكمان إذا فيه حواديس طبعاً كل هول التقنيات اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بتأكد على مكانة دولة الإمارات بشكل عام وعلى اعتماد على كل التقنيات اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلى التكنولوجي وعلى سعي الدائم لتكون أول دولة بتعتمد بكل أنظمتها الحكومية وغير الحكومية على الذكاء الاصطناعي وعلى كمان الواقع الافتراضي اللي بيسهل بيدوره طبعاً لكل المستخدمين طريقة العيش ومن خلال هول لوحات الرقمية الذكية مثل ما ذكرت بيقدر السائق يتعرف على حالة المرور إذا فيه عجقة وإذا فيه حواديس هذه اللوحات طبعاً بدوره بتسهل لكل السائقين مشروع يمكن أو حتى يومياتهم وتجولهم بشوارع دبي بتعرفهم طبعاً إذا هذا الشارع فيه عجقة أو فيه حادث أو فيه أي مشكلة طبعاً هذه خطوة كتير مهمة من هيئة الطرق والمواصلات بتجدر الإشارة أنه حالياً بهول اللوحات الذكية أو هول الشبكات بتتمتع تقريباً بـ 11% بينما لح توصل لـ 60% سرعتها وكميتها بتحسين زمن رصد الحوادث والإستحامات بشوارع دبي هذا كان خبرنا لهذه الطرق والمواصلات بـ دبي